بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والا حياكم الله في لقاء متجدد برنامج الشدائد قصة وقصتنا حول تلك المعركة العظيمة التي انتقلت فيها أحوال مسلمين من الذلة إلى العزة ومن الهوان إلى التمكين ومن الهزيمة إلى الانتصار نتكلم عن استعدادات صلاح الدين لقتال الصليبيين وكيف أنه بذل الأسباب بطريقة عجيبة وكيف أن الله هيئ له من الأسباب في الخلاف الذي واقع بين الصليبيين ما يمكنه من إحراز نصر عظيم لم يكن يتوقعه تعالوا بنا إلى تفصيل ما حدث من استعدادات قام بها صلاح الدين بعد أن جاء هز الجيوش وصف الصفوف وجاء بجند الشام وبجند مصر في جيش عظيم في تلك اللحظة وأثناء ذلك الاستعداد بادر الصليبيون بعد أن كان بينهم خلاف إلى أن يوحدوا صفوفهم حدث خلاف بين الصليبيين بسبب خطأ في طريقة تنصيب ملك مملكة القدس وكان هذا الخطأ تسبب بأن تحرم القدس من مناصرة مجموعة من الإمارات الصليبية وهنا استغل صلاح الدين هذه اللحظة واستغل هذا الخلاف فبدأ بإعداد جيش عظيم وأراد أن يقاتل جيش الصليبيين الذي كان قد تمركز في منطقة صفورية هذه المنطقة التي كان قد انهزم فيها جيش الصليبيين من مجموعة من المسلمين لكن عددهم كبير يقديره بعض المؤرخين من 20 إلى 50 ألف وكان هذا العدد متمركزا بقوته ويعرف صلاح الدين أن هذا العدد من الجيش لا يمكن أن يبقى طويلا فاستشار قادته ماذا يفعل؟ هل يقابل ذلك الجيش؟ لكن مكانه يعتبر له إمداد من المرائي التي حوله فأشار إليه مجموعة من القادة أن يستدرج هذا الجيش وأن يأتي به فظهرت حنكة صلاح الدين ماذا سيفعل؟ اختار أن يشتبك مع العدو في معركة فاصلة لكن ليس بالمكان الذي يريده العدو بل في المكان الذي يختاره صلاح الدين نفسه فبدأ بمجموعة من الاشتباكات يرسل سرية تشتبك مع جيش الصليبيين ثم تعود يرسل أخرى ثم تعود لكنه رأى أن هذه الطريقة لم تحرز الهدف ولم تستدرج العدو هنا قرر قرارا مهما قرر قرارا يجعل من جيش الصليبيين يترك موقعه ويأتي إلى المكان الذي يريده صلاح الدين ما هو هذا القرار وما هي طريقة هذا الاستدراج نعرفها بعد هذا الفاصل اليسير بتيسير الله قدير أياكم الله مرة أخرى ومع هذا القرار العجيب الذي قام به صلاح الدين في استدراج جيش الصليبيين للمكان الذي يريد ماذا فعل صلاح الدين رأى أنه إذا احتل طبرية فإن ذلك الجيش من الصليبيين سيأتي إلى طبرية لاستنقذها وفعلا بدأ صلاح الدين بعد أن أدرك أهمية طبرية بأن يحكم أما أمره فيها فأمر وأدرك صلاح الدين بأنه يمكنه إثارة ريموند أمير طرابلس المشهور بشدة الغيرة بالإضافة إلى أن صلاح الدين كان يعلم أن نزوله في ذلك موضع في طبرية يستطيع أن يوصل الطريق أمام كل القوى التي تريد أن تذهب شرقا أو أن تختار الحافة الشرقية إلى طبرية إلى الماء دائما نرى في كثير من المعارك أن الماء هو المكان الذي إذا سيطر عليه جيش فإنه سيحرم الجيش الآخر من هذا الماء وسيكون من يسيطر على الماء هو المسيطر على أحداث المعركة وهذا من ذهاء صلاح الدين من ذهاء وذكاء صلاح الدين رحمه الله في حين يبقى الصليبيون عند خروجهم من صفورية التي كانوا فيها وتقدمهم إلى المناطق الوعرة لا ماء أمامهم طريقة ذكية وبذل الأسباب حينما نقرأ التاريخ لا نسترسل في الأحداث دون أن نقف عند الأسباب لا يمكن أن ينتصر أحد بإيمانه فقط دون أن يبدل لذلك سببا هذا الأمر واضح في كثير من آيات كتاب الله لا سيما في قصة ذو القرنين يوم أعطاه الله الملك والقوة ومع ذلك ذكر الله جل وعلا أنه أعطاه الأسباب فاتبع ذو القرنين سببا قال جل وعلا فأتبع سببا لم يغتر بقوته ولا بملكه بل بذل السبب لأن قانون السببية من أعظم الأسباب التي أو من أعظم القوانين التي ينبغي أن يعرفها من يبتغي الانتصار تروم العزة ثم تنام ليلا ينال العزة من سهر الليالي دائما من جد وجد ومن زرع حصد هذه القوانين عرفها الفاتحون أمثال صلاح الدين فبدل الأسباب واختار تلك المنطقة واختار هذا الماء والمكان الذي فيه الماء لأن العدو إذا جاء من بعيد ولا يوجد أمامهما سيكون في وضع حرج وسيكون للهزمة أقرب وسيكون صلاح الدين ومن معه للنصر أقرب ما الذي حدث وكيف تطورت الأحداث في حلقة القادمة إن شاء الله نرى ذلك إلى ذلك من الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يامن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر